السلام عليكم وقضيت بها حاجة لي من السوق فقال له عليك بالعافية وعاد إلى فندقهم قابلهم عامل النظافة بالفندق وقال لهم كنت أنظف بغرفتكم ووجدت هذه المئة من الدنانير تحت السرير فنظر صاحب المال بتعجب إلى صديقه قائلا ألم تقل لي أنك أخذتها قال لم يكن هناك غيرنا بالغرفة ولو قلت أنني لم أأخذها لاختلفنا ودخل بيننا الشيطان لذا فضلت أن أدفعها من جيبي ولا نخسر أخوتنا وصداقتنا من أجل المال اختاروا أصدقائكم بعناية الصديق هو الذي يسر ويحمي ويدافع وينصح ويأخذ سهام الحياة معك في صدره وهو ممسك بيدك